تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه السمو وولي العاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة عودة السمو حفظه الله إلى أرض الوطن العزيز وذلك بعد قضاء إجازة خاصة هذا نصها حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة عودكم الحميد إلى أرض الوطن العزيز سالمين غانمين بعد قضاء إجازة خاصة وإذا نحمد الله تعالى على عودتك سموكم الميمونة فإننا ندعوه جل وعلا أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يحيط سموكم حفظكم الله ورعاكم بكريم عنايته وعظيم رعايته لاستكمال مسيرة الخير والتنمية كما نسأله تعالى أن يديم على وطن العزيز الأمن والاستقرار ويحقق له المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة حفظكم الله ورعاكم مع أطيب الأمريات مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية لأخيه سمو وللعهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ضمنها سمو رعاه الله خالص شكره على ما عبر عنه سمو من تهنيئته بعودة سمو حفظه الله إلى أرض الوطن الغالي وعلى ما أبداه سمو من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن لكل ما فيه خيره وخدمته ورفعته شأنه ويسدد الخطى للارتقاء بمساره الحضري وتعزيز مكانته المرموقة لدى المجتمع الدوري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة ولمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية